في الوظيفة الاستراتيجية الكيان يسلم أنه فشل في هذه الشهور العشرة في هذه المرحلة في تحقيق الأهداف وليس أمامه أمل في أن يحسن شروط القتال فيها من أجل تسيلها في التفاوض وبالتالي هو يتنكر لنتائجها في المفاوضات وينقل المعركة إلى مستوى أعلى إلى حريق أكبر الحريق الأكبر يخرق فيه مجموعة من الخطوط الحمراء يستطيع أن يبدأها لكن إلى أين ستؤدي هي ستؤدي المقاومة كمحور تحدث إيران وحزب الله وأنصار الله واليمن والمقاومة الفلسطينية في غزة ستلاقي هذا ما سمعناه من القادة من الإمام الخامنائي من سماحة السيد من السيد عبد الملك أننا جاهزون اخترتم هذا المستوى وأنا أقول هذه هي الحرب المفتوحة نحن ننتقل من التفاوض على صفيح ساخن إلى الحرب المفتوحة الحرب المفتوحة بمعنى هي مفتوحة على كل الاحتمالات ومفتوحة من كل الجبهات ومفتوحة زمنيا بلا سقف تفاوض يعني الآن أنت دخلت سيد ناصر بموضوع المرحلة الجديدة خليني شوي فقط أسأل بعض الأسئلة قبل ما نحكي عن المرحلة الجديدة موضوع الرد وطبيعة الرد السيد يقول شمالاً جنوباً منفرداً أو متزامناً هل هذه احتمالات الرد حددها السيد نصر الله في خطابه وأيها ترجح أنا رأيي ما فيه إمكانية الترجيح لا أقول ليش لأنه لكل واحدة من هذه الميزة الحالات نعم ميزة وستختار المقاومة حسب طبيعة الهدف أي الميزة تتناسب معه يعني في بعض الأهداف من المفيد استهدافها بالتزامن وفي توزيع الأهداف يعني لكل طرف هدف يحتاج نوع آخر من أنا رأيي هذا الذي قال ترك للميدان وأن يقدر الفرص التي يتيحها الميدان أنا برأيي الشيء المهم الذي قاله السيد هو في الرمزيات تعبيرية التي استخدمها يعني عندما يقول السيد اضحكوا وافرحوا قليلاً الآن لأن أمامكم أيام من البكاء الطويل هذا يؤشر إلى حجم الألم والندم الذي تخطط المقامة ليكون عيار الرد موازياً له يحقق هذا الهدف لأنه رأيي نحن من عشرين سنة ما شهدنا من 18 سنة ما شهدنا قصف الضاحية يعني حتى استشاد صالح العروري الشيخ صالح العروري ربط بحيثية أنه جزء من معركة غزة وطوين الصفحة ومداخلات دولية وإلى آخره طيب الآن هو في الضاحية يستهدف مبنى مدني يقتل مدنيين يلاحق قائد مقاوم إلى سكن مدني وهو قائد في حزب الله وليس في حركة حماس فإذن هو يقول فتحنا الصفحة لألفين وستة من ألفين وستة هذا لم يحدث وبهذا المعنى كذلك الذهاب إلى إيران في طهران طبعا من جانب الشرف والكرامة والنبل مهم لكن قصف طهران بحد ذاته يعني أنت تنتهك السيادة الإيرانية في عنوان العاصمة إذن هو يقول أنا يعني هاي أنا أقول عقلية الأمريكي وهي استطراضا عقلية الإسرائيلي هي عقلية البوكر وبالبوكر في قلب الطاولة هو يقلب الطاولة يعني خسر الجولة خلط الأوراق تماما يقلب الطاولة الآن طيب المقاومة الآن تقول نحن جاهزونا للملاقات لكن ستدفع الثمن هل يأتي بعدها برد على الرد أعلى ممكن يأتي برد أدنى في جزئية أيضا الأستاذ ناصر قبل ما نروح لرامالله هل تعتقد أنه ما نشر عن أن هوجستاين مارس التضليل إما نتانياهو ضل له أو هو ضل من أرسل لهم الرسالة عندما تحدثوا عن تطمينات بعض التقارير تقول أيضا الفرنسيين فعلوا ذلك والألمان أن الضاحية لن تقصف وبيروت لن تقصف ونتانياهو فعل عكس ذلك شو رأيك بالتقالي صحيح؟ نعم عندي ثلاث نقاط نقطة الأولى أن هذا الكلام المقاومة ما شلته من أرضه يعني مش أنه والله نجح الإسرائيلي بالاستهداف لأن المقاومة تمأنت إلى التطمينات هذا المقاومة تعاملت مع هذه الرسائل بانتظار أن ترى ماذا سيفعل إسرائيلي بس إذا في تطمينات وتم تنفيذ عكس هذا له دلالة كبيرة نعم نقطة تانية أنا برأيي هي الأهم أنا رأيي الأمريكي شريك في العملية مش مجرد أنه لا نتنياهو ضلله ولا هوكشتاين كان عم يتبرع هذا جزء من الخطة جزء من الخطة لأنه أنا رأيي في شيء ما جرى طيب شو بد بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن للبعض بإلاك ممكن تكون صدفة أنه ذهب إلى واشنطن وعاد في شيء حقيقي صار الكلام الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل شهر عندما تحدث نتنياهو عن عمل عسكري في لبنان قال حذر من هذا العمل وقال إن عمل عسكري كبير في لبنان يشكل خطرا على أمن ومستقبل إسرائيل أنا حكيت عندك على هذه الطاولة ثم رئيس أركان الجيوش الأمريكية قال للإسرائيليين إذا وقعت مواجهة مع حزب الله لا نستطيع أن نقدم لكم المساندة شارلز أبرامز التي قدمناها أثناء الرد الإيراني طيب الآن نحن نسمع كلاما مختلفا نسمع تطابقا في السياسة في تبرير الضربة الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي ونسمع إعلانا من وزير الدفاع سنكون في مساندة إسرائيل في حال توسعت المواجهة